في محاولة لترسيخ الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية ودفع العراق ليكون رهين شتات من الاراء وفق الهويات الفرعية حاولت بعض الاحزاب المقربة من ايران تغيير قانون الاحوار الشخصية المعمول به في البلاد منذ عام 1957 والذي يعد احد ارقى الاحكام المدنية في المنطقة بحسب مختصين اكدوا ان القانون يضمن حقوق الام والزوجة ويحمي القاصرات ويراعي الابناء بعد الانفصال اضطر البرلمان الى تأجيل مناقشة مقترحات اجراء التغييرات على قانون الاحوال الشخصية بعد عاصفة من الانتقادات لما تشكله بعض الفقرات من تهديد للنسيج المجتمعي العراقي وانتهاك لحقوق المرأة فيما دعا رئيس اللجنة القانونية ربوار عبد الرحمن الى اشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الانسان في المناقشات بشأن المقترحات التي تروم الاحزاب تقديمها ابرز ما ورد في ورقة التغيير الجديد سلب الام حق الحضانة اذا ما تزوجت حتى وان كان الاب لا يرغب اساسا بحضانة ابنائه كما ان تنظيم عقود الزواج خارج المحاكم كان احد ابرز النقاط المثيرة للجدل لما سيتسبب به من وجود اطفال مسجلين قانونيا ولكن بلا هوية كما ان زواج المأذون لا يطالب الزوجين باجراء الفحوصات للامراض المناعية او الوراثية وهو ما سيساهم في تفشي الامراض والتشوهات وفي حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الاثبات فان ذلك سيفتح ابوابا من جرائم القتل العائلية منظمة تعناب الاسرة والمجتمع اكدت ان التغييرات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية سيتسبب بزيادة حالات الطلاق التي باتت توصف بالصادمة والتي فاقت اعدادها مئتي حالة في اليوم بسبب الفقر والمخدرات والزواج في اعمار صغيرة قوانين مشبوهة تدعمها كتل نيابية لحزب الدعوة وميليشيات العصائب وبدر تشرعن الطائفية في قضايا انسانية ومجتمعية وتشغل الشارع في قضايا جدلية ضمن محاولاتها لصرف الانظار واشغال الناس عن ملفات استشراء الفساد وانهيار الخدمات واتفاق من انتهاكات حقوق الانسان في دولة اسمها العراق ما زالت تتصدر قوائم اكثر بلدان العالم فشلا منذ عشرين عاما اشتركوا في القناة